اكد معالي سيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب على الدورة التي تلعبه العلاقات البرلمانية العربية في توحيد المواقف العربية تجاه القضايا السياسية بالمنطقة خصوصا في المحافل الدولية ضمن منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية سعيا لتشكيل قوة ضاربة في وجه التدخلات المختلفة التي تنتهجها بعض الدول الاجنبية تجاه القضايا العربية القومية جاء ذلك على هامشي لقاء معالي رئيس مجلس النواب في المؤتمر الرابع والعشرين لاتحاد البرلماني العربي والذي عقد في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة بعدد من رؤساء المجالس التشريعية العربية وأشار معالي رئيس مجلس النواب لرؤساء البرلمانات إلى ضرورة رفض الإرهاب الخارجي على بلداننا العربية والتدخلات الخارجية في شئون المنطقة إلى جانب تفعيل الزيارات والاجتماعات المشتركة تأكيدا لسياسة الوحدة العربية في المحافل الدولية